بعد اقتحامه البلاد كضيف غير مرحب به محدثا شرخا جدليا أهو عبث بشري أم مؤامرة كونية يظهر وزير الصحة التركي بعد صمود بلاده عدة أشهر دون وصول الوباء إليها معلنا أول إصابة أتت من أوروبا في الحادي عشر من مارس آذار من العام الماضي مطمئنا للمواطنين أن حالة أو عدة حالات لا تعني وباء كان الوقت هو الفاصل ليرافق شهر نوفمبر 22 تصاعدا في حالات الإصابات والوفيات ويسن الرئيس التركي إثرها مزيدا من الإجراءات الاحترازية وتتبوأ البلاد أولى المراكز عالميا بمعدل الإصابات اسطنبول عاصب البلاد وعاصمتها الاقتصادية ومرتع السياحة لمرتاديها واجهت العبء الأكبر من إغلاقات وإجراءات ضيقت على قاطنيها حياتهم وكبدت العديد من القطاعات خسائر ليست بالقليلة وكان لهذه المدينة التي يهيمن الزحام على مفاصل أحيائها النصيب الأوفر من الإصابات والوفيات وفي اللحظات التي شهدت دول كبرى انهيار نظمها الصحية وعجزها عن احتواء الجائحة أثبتت تركيا متانة بنيتها ونظامها الصحي على طول الجائحة بالإضافة إلى مد يد العون للكثير من الدول التي قصدتها غير متناسية إجلاء مواطنيها من الدول المتأزمة بطائرات خاصة وعلى الرغم أن انتشار الفيروس وصل ذروته منذ شهرين إلا أن الجهود الحكومية في توفير اللقاح لقاتني البلاد وتبسيطها لإجراءاته وحثها على أخذه لاقى أكله فها هي الأيام الماضية تخبرنا بالإقبال الكبير للحصول على التطعيم الخاص بالفيروس بأرقام أصبحت تقارب وتتجاوز المليونة والنصف المليون حالة تطعيم في اليوم الواحد لتنهال البشائر من الجهات الحكومية باقتراب الانتصار على الفيروس في الأيام القادمة وأخيرا بعد إغلاق جزئي رافقه إغلاق كلي دام أشهر عديدة وبعد أن تجاوز عدد ضحايا الفيروس تسعة وأربعين ألفا وفاقت الإصابات الخمسة ملايين وبعد أن تم تطعيم ما يزيد عن سبعة وأربعين مليون شخص باللقاح المضاد للفيروس وزارة الداخلية التركية تعلن مساء السابع والعشرين من يونيو حزيران الجاري إنهاء حظر التجوال بشكل كلي وعودة الحياة لطبيعتها واستئناف المؤسسات لعملها اعتبارا من مطلع يوليو تموز القادم هي سنة الكون لا شيء يبقى على سجيته تندحر السحب ليمطر الخير ويروي جفافنا ويمضي الليل حاملا أعباؤه ليشرق فجر مضيء يخبرنا أن أحلامنا ما زالت قيد الأمل